المترجم للقناة وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانه والحب إلا يظلون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به سما قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتحدثم عيد الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون فلن كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب الزال هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسلكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالمثل والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجون أفتغلون ببعض الكتاب وتغفرون ببعض فما تزاء من يفعل ذلك منكم إلا أخذ إلا أخذهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أبا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقرينا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبر يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بئسا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وخذوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصيزا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بإرس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فاتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزح بحي من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهده وبشران المؤمنين من كان عدوا بالله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات دينات وما يغفر بها إلا الفاسقون وكلما عادوا عهدا نبدأوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا مصدق لما معهم نبدأ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تثن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذاب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تدفع فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضلين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سوبة من عبد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينسد عليكم من خير من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له مرء السماوات والأرض وما تعلم أن الله له مرء السماوات والأرض وما تعلم أن الله له مرء السماوات والأرض لكم من بعديه ما لهم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق بعفوا واصبحوا حتى نأتي الله بأهله إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وحاة السكاء وما تغذبوا لهم حقهم من خير تجدره عند الله إن الله بما تعبدون بصير وقالوا لي يدخل الكنة إلا من كان أمتا أو نصارى تلك أماليهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين بلى من فسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الجذاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وذلك أغلب منهم من عمسل الزماء إليه كوفي يسروا وسعى وسعى في حمابها أولئك ما كان لهم قاين يدخلوا إلا إلا خالفين لهم جدوا لا فتلوا ولهم في الآخرة عذاب العظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له فانتون فديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن سيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تجابت قلوبهم قد بينا الآيات بقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسهل عن أصحاب الكحيم ولن ترضى عنك بيهود ولا النصارى حتى تتبع من لدهم قل من هدى الله هو الهدى ولئذ تبع تأواءهم بعد الذي جاء من العلم ما تتبع الله من وليه ولا نصير الذين آذيناه الكتاب يتلونه حق تراواته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك أمر خاسرون يا سبيل إسرائيل اذكروا نعمتها التي أنعمت عليها وأني فضلت قص على العالمين واتقوا يوما لا تجتي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شقاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذليتي قال لا يدال عهد الظالمين فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمنا بلداً آمنا وارزق عنه من السمارات من آمن من عم بالله من آمن من عم بالله واليوم الآخر قال وَمَنْ كَفَرَ فَهُمَتِّعُوا قَلِيلًا ثُمْ أَفْطَرُوا إِلَى عَذَهَ بِالنَّا وَبِسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا رَبَّنَا تَقَفَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَجُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَلِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِدَابَ وَالْحِكَةَ وَيُسَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبْ عَمِّ الَّذِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِئَ نَبْسَهُ وَلَقَدْ اشْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ صَفَى لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَبُوجُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْكُمْ شُهَدَاءِ إِذْ حَضَرْ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ فَعَدِينَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَا بَائِكَ إِغْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِصْحَاقَ إِلَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَوْمُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْهَدُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا نَوْمُودٍ لَوْنَصَارِهِ